اصلاع يعني طلبت صورة الانسة او الاستاذة او المدام فقالولي ما ينفعش تتعرض عشان يعني انا اقول له نعرض يا جماعة وخلاص الناس يعني ناس كبار وعقلين يعني مش لازم هي عرضت ازياء فهتبقى ايه هتبقى من غير ازياء يعني المهم فيها حاجة حلوة ولسه فيها حاجات حلوة والوطن يا جماعة انا عارف ان القعدة بتقول ان الوطن هو حيثما وجدت العدل وحيثما استطعت ان تعيش فيها حرة قعدة النبي صلى الله عليه وسلم لما طالب الصحابة انه يهاجروا الحبشة ما كانوش يهاجروا عند ملك مسلم ما كانوش مسلمين رايحين لملك مسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولته الخالدة ان لديهم ملكا او عندهم ملكا لا يظلم عنده احد فارض العدالة هي ارض المهجر ارض العدالة هي ارض المهجر فالوطن حيثما استطعت ان تعيش فيها حرا بمبادئك حيثما العدالة لكن يبقى الوطن قطعة من قلبك ذكريات الطفولة ملاعب الشباب مقابر الاهل والاحباب مفعش ففيه حاجات حلوة كتيره احد الفندق الشهيرة انا مش عارف هم قالوا اسم الفندق ولا انا عاد ادور معرفتش يا رب يطلع الاسم في الترجمة اللي هسمحها لان الحقيقة عايز احيي هذا الفندق وعايز اعمله حملة اعلانات مجانية وعايز المصريين والاجانب اللي يقدر ينزل في الفندق ده جدعانة وشكر يعملها وعايز ااكد على ان المصريين بعد تقريبا خمسة واربعين سنة من التطبيع وبعد عشر سنين من ايقاف فكرة ان اسرائيل هي العدوة دي ان عشر سنين يا جماعة بيتلعف في الهرمونات بتاعتنا بيتلعف في دماغنا تطلع واحدة زي دا يا زيادة تقولك اسرائيل دي وقفت جنبنا وده دولة حبيبة مش عدوة وغيرهم العشرات لم يوجد عمل فني واحد يقولك ان اسرائيل على غرار ما فعله اسناء مبارك حتى الكنز الاستراتيجي بتاعهم عشر سنين بيتلعب في دماغك عشان يبقى العدو بتاعك والاخوان مش الصهاينة ومع ذلك ما نجحتش الخط فندق مصري نزلت فيها هذه الست اول ما نزلت اول ما عارف جنسيتها قام بطردها الحقيقة الحادثة ما نعرفش عنها حاجة الا من الصحافة الاسرائيلية جورزيليم بوست جريدة الجريدة الصهيونية نشرت تقريرا عن هذا الموضوع وقالت طرد عارضة ازياء اسرائيلية الشهيرة من فندق في مصر بعد اكتشاف بعد اكتشاف جنسيتها الحقيقة كل التحية والتقدير لهذا الفندق والله يعني يا جماعة اللي اعرف اسمه انا مستعد اطلع في كل حالة اعمله اعلان مجاني وانتو عارفين الحمد الله قناة الشرق من القنوات الاولى مشاهدة في العالم العربي فالاعلان عندنا يبقى يعني كويس اوي وزارة السياحة طبعا هتنفخهم بس احنا مناش دعوان شغل الحكومة حاجة والشغل الشعبي حاجة تانية خلونا نسمع التقرير ماذا قالت جورزيليم بوست على طرد احدى الاسرائيليات من مصر تعتبر شيزانكو من احد اكثر عارضات الازياء نجاحا في اسرائيل مغني الراب ترافيس سيسكوت وفريقه دعا زانكو لمرافقته الى حفل موسيقي في مصر تم الغاء العرض لكن زانكو التي وصلت بالفعل قررت انها اذا كانت موجودة بالفعل في مصر فستزور المواقع السياحية وتستفيد الى اقصى حد من اقامتها ومع ذلك في غضون يوم تقريبا من وصولها اكتشف الفندق الذي تقيم فيه انها اسرائيلية وفي لحظتها طلب منها مغادرة الفندق على الفور قالت زانكو لقد شعرت بالتوتر الشديد وشعرت بالاهانة حقا في السنوات الاربع التي كنت فيها في دائرة الضوء لم اشعر ابدا بمعادات السامية اواجهت اي مشاكل لانني يهودية واسرائيلية هذه المرة كان الامر مختلفا غادرت الفندق مباشرة الى المطار وكانت الرحلة الوحيدة المتاحة متجهة الى باريس فاستقليت الطائرة وغادرت فورا على الرغم من انني كنت انوي السفر الى برشلونة ترجمة نانسي قنقر